السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في دورة موهبة المستوى الثالث مع الأستاذ زكي الشعلة وطلابه وطالباته المبدعين والمبدعات والمشرفة الأستاذ ليلى السلطان حياكم الله جميعا نقوم في هذا اللقاء بحل طبعا التدريب أو الاختبار النموذجي الاختبار التجريبي من مركز قياس طيب الآن خليكم معاي علشان تعرفوا عرفنا أنه طبعا بيجيبوا لنا في اختبار موهبة الاستدلال الرياضي والاستدلال اللغوي والاستدلال العلمي وكذلك بيكون عندنا المرونة العقلية زين الآن ناخد بعض الأمثلة وهذا الاختبار من مركز الوطني للقياس قال لنا في الاستدلال اللغوي كيف الطريقة المطلوب هنا أطاني هذه الكلمة ذكر لنا نقود وبضاعة نقود وبضاعة إن ماذا يعني النقود والبضاعة ما هي العلاقة علشان أعرف هذه العلاقة لأن هذه تسمى تناظر لفظي لازم أكتشف نوع العلاقة وأعرف أيضا الاتجاه الاتجاه ونوع العلاقة الآن تلاحظوا هنا ما هي الإجابة نقود وبضاعة ماذا تلاحظوا بأن النقود ماذا يصبح للإجابة أيضا البضاعة تحتاج إلى نقود وتكون الإجابة أحسنتم والتذكرة إذن السفر يحتاج إلى ماذا إلى التذكرة ممتاز ممتاز إبداع 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 نعم صحيح تكون الإجابة فقرة مين فقرة دان لأن تحتاج إلى تذكرة جميل إذن عرفنا لازم أعرف نوع العلاقة والاتجاه أحيانا يعطيني ما هي العلاقة المشابهة في هذه المسألة قال لنا طفل طفل ومراهق وشاب نلاحظ مراحل الطفل أيضا من بعد الطفل صار مراهق من بعد المراهق صار شاب هنا من بعد المذاكرة يكون إيش الفهم ومن بعد الفهم يكون النجاح أحسنتم مراحل جميل إذن تكون الإجابة فقرة جيم حلو حلو جميل يلا السؤال اللي بعده سؤال ثلاثة إذا كان الحديد أثقل وزنا من الرمل الحديد أثقل وزنا من الرمل إذن يلا سأعطي علاقة سهمية إذن هذا الحديد أثقل من مين؟ من الرمل والحصى أثقل من التراب والحصى أثقل من التراب هذا حصى وعدنا أيضا تراب أثقل من التراب وأخف من مين لكن وأخف من الرمل يعني هنا الرمل ما زال هو ثقيل فإن أخفهم وزنا مين أخفهم وزنا هو التراب جميل يا سلام عليكم شاطرين يا أولاد يا بنات شاطرين يا أولاد يا بنات إما بعملية الشطب أو بالأسهم يلا رقم أربعة يقول تزرع جارتي في حديقة منزلها بعض الورود كالفل والياسمين والكلو أوه يجب لنا كلمات غريبة هذه الكلمة الغريبة يقول ترجمها لي ما معناها أنا أعرفها حسب الوظيفة حسب الآن اللي موجود في الجملة نلاحظ أن الكلو عبارة عن رائحة زكية أو رائحة أوه اسمي اسمي موجود صح شكرا شكرا اسمي هذا هو موجود شفتوا اسمي اسمي هنا موجود أيضا يكون زكية رائحة الإجابة فقرة مين فقرة جيم صح أحسنتم أحسنتم يلا سؤال اللي بعده سؤال خمسة طبعا هنا يعطيني قطعة ومن خلال القطعة يقول أجب عن الإجابات الأسئلة يقول الطلعت على نظام التعليم في أفضل عشرين دولة فوجدتها تتسم بالجدية والعراقة فاقتنعت تماما بأنه لا شيء يزيد التعليم تأخرا في أي مجتمع مثل المجاملة فيه هنا قطعة سواء قصيرة أو طويلة إذن ماذا نستنتج من هذه القطعة ماذا يفهم يفهم بأن الجدية من أسباب جودة التعليم أحسنتم جميل جميل يا أبطال جميل يا أميرات ما شاء الله عليكم خلصنا الآن الاستدلال اللغوي نروح ثانيا من أنواع الاختبار الاستدلال الرياضي كيف الاستدلال الرياضي الاستدلال الرياضي والمكاني كيف نوجد الإجابة التالية فيه نعم معاكم الآن تكون الإجابة كيف حل هذه المسألة التالية عددان حاصل ضربهما 900 إذن حاصل ضربهما 900 أنا عندي عددين إذا ضربنا هذه العددين إذا ضربنا العددين بيكون يكون إيش إذا ضربنا العددين بيكون الناتج كام 900 جميل جميل ومجموعهما يزيد على الفرق بينهما بمقدار كام 30 يعني إذا جمعنا العددين وجبنا الفرق ما بينهم ومجموعهما يزيد على الفرق يكون بمقدار 30 فما أكبر هذين العددين نجرب هنا لو ضربنا نبقى نجرب الحين نبقى عددين حاصل ضربهم 900 لو جربنا الآن مثلا لو جربنا العدد يبقى الأكبر الأكبر يعني 15 يكون مستحيل خلينا نجرب الآن مثلا 60 60 برب كم يطلع علينا 900 برب كم 15 يطلع علينا 900 ولكن هنا لو جبت الآن المجموع 60 زايد 15 صار 75 حلو وقال لنا جيب الفرق بينهم بعد 60 ناقص 75 كم الجواب يصير ومجموعهما يزيد على الفرق بينهما بمقدار 30 يلا الآن جيب الفرق الآن بينهم 60 ناقص 15 كم الجواب يصير 45 عدل إذن 45 الآن قال لنا المجموع يزيد على الفرق بينهما بمقدار 45 إذن لو جبنا ناقص الحين نقصهم الآن ناقص 45 كم يطلع الجواب كم الجواب يصير يطلع الجواب طلع 30 الجواب طلع 30 هل تحقق المطلوب هل تحقق المطلوب نعم إذا ضربنا 60 الآن ضربنا العددين نقول عددان حاصل ضربهما 900 إذا ضربنا العددين 60 ضرب 15 يطلع الجواب 900 يطلع الجواب 900 عدل ومجموعهما يعني 60 زايد 15 كم الجواب صار 75 يزيد على الفرق بينهما نجيب الفرق 60 ناقص 15 كم الجواب يصير 45 إذا قال لنا مجموعهما يزيد على الفرق أزيد منهم بكم ب30 صح إذا صارت الإجابة فقرة مين فقرة دال العدد الكبير فقرة دال صار العدد الكبير عدل ما فهمنا أسويه بطريقة معادلة خلينا أحلى بطريقة معادلة إذا إنتوا الآن ما فهمتوا هذه المسألة أحلى بطريقة معادلة يلا زين ما فهمتوها الآن أعيد من جديد أعيد من جديد علشان تفهموها زين اتبوا الآن عددان إذا ضربناهم يطلعوا لنا 900 يعني سين ضرب صاد الجواب كم يصير 900 العددين إذا ضربنا يطلع 900 وإذا جمعنا سين زائد صاد المجموع ونقصنا من الطرح سين ناقص صاد يساوي يساوي كم 30 صح يساوي 30 30 مزبوط جميل الحين إذا يساوي 30 أروح أوجد قيمة العدد الحين يلا أقدر أحل دي المعادلة أقدر يلا سين ناقص سين بتروح أوه صاد ناقص صاد أيضا بتروح بيطلع لنا بيضو نجمع سين ناقص سين سين بتروح هذه مع بعض وصاد ناقص ناقص صاد عبارة عن 2 صاد يساوي كم 30 أقسم على 2 إذن صاد يساوي كم 15 وجدنا قيمة العدد الأول 15 ما هو قيمة العدد الثاني الحين أجرب العدد الثاني العدد الأول 15 العدد الثاني بيكون 60 لأن 900 قسم 15 إذن الجواب 60 هنا 15 وهنا بصير 60 60 ضرب 15 يطلع 900 نبغى نتأكد الحين نتأكد عليكم السلام نتأكد يلا 60 زايد 15 كم الجواب 75 يلا جيب الفرق 60 ناقص 15 كم الجواب يصير 45 40 يلا نقص الحين 75 ناقص 45 كم الجواب 30 طلع لأي نفس الجواب إذن الإجابة تكون فقرة مين فقرة دال الإجابة فقرة دال واضح 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 يلا السؤال إلا بعد سؤال في الشكل الثاني جميل يلا السؤال إلا بعد قال لينا في الشكل أدنى مساحة الأجزاء المضللة بالسنتيمتر يلا عطيناكم إحنا في الدورة قاعدة أيضا أروح أجيب مساحة هذا المربع ماذا مساحة هذا المربع مساحة المربع أروح أقول هذا المستطيل في الشكل أجنى مساحة الأجزاء المضللة عطاني هنا أربعة وثلاثة أروح أضرب أربعة ضرب ثلاثة الجواب كم يصير عندي الجواب 12 صح هذا الجواب 12 طبعا هذا القسم يمثل يمثل ماذا يمثل النص لأن هذه القطعة تساود القطعة وهذه القطعة وهذه القطعة تساود هذه القطعة تمثل النص أقسم على 2 إذن الجواب كم يساوي 6 إذن الإجابة تكون فقرة مين فقرة ألف لأن يريد الجزء المظلة مساحة الأجزاء المظلة إيه نعيد من جديد نعيد من جديد أولا أروح أوجد مساحة هذا المستطيل يلا ضربنا ثلاثة ضرب أربعة كم الجواب يصير 12 حلو حلو أروح الآن أقسم على كم مقسم هذا إلى أربعة أقسم شوف الآن أربعة أقسم أربعة أقسم صح إما أنا أجيب كل قسم أو لا أنا أعرف إن هذا المنطقة المنطقة المظلة عبارة عن نص من المنطقة دون متناس فيه يعني أقدر أقسمهم على كم 12 قسمة كم لأن هذا الكل كل 12 أقسم على 2 إذن الجواب كم يصير 6 إذن الإجابة كم يصير 6 الإجابة فقرة مين فقرة ألف واضح يلا زين نروح للسؤال اللي بعد علبة على شكل استوانة تحوي ثلاث كرات قطر الواحدة منها 2 سانت عندي هنا الكرات ثلاث كرات قطر الواحدة منها 2 سانت يعني عندي هذا القطر هنا هذا القطر نصف القطر الواحد منها 2 سانت حلو وتلامس السطح الخارجي للعلبة كما في الشكل الأدنى فما حجم الفراغ الموجود في العلبة علشان أجيب حجم الفراغ إذا لازم أجيب العلبة أولا أجيب حجم مين حجم ناقص مساحة الدائرة يلا ما هو حجم الاستوان أحد يتذكر حجم الاستوان ماذا يساوي أحد يتذكر حجم الاستوان ماذا يساوي يلا يا أولاد يا بنا حجم الاستوان يساوي ط نق تربيع في ايش في عين صح حجم الاستوانة يساوي هذا المقدار طا عندي طا في نق في عين تربيع يلا الحين نعوض نجيب حجم الاستوانة الطا موجودة زي ما هي اذا نقول طا النق كم عندي النق نصف القطر قال لين هو طبعا عطاني قطر الواحدة كم قطر الواحدة اثنين سانتي يعني نصف القطر كم واحد صح اذا واحد تربيع بعد يعني واحد تربيع طلع لنا واحد مضروبة في مين في عين كم الارتفاع لان هنا قال لنا اثنين واثنين واثنين يعني الارتفاع كم يصير الارتفاع يصير ستة اذا الاجابة كم صارت ستة طا وجدنا حجم الاستوانة الحين اروح اجيب الدائرة مساحة الدائرة ماذا يساوي مساحة الدائرة مساحة الدائرة عبارة عن طا في نق ويش تربيع في نق تربيع يلا الحين نعود طا ضرب كم ضرب واحد لانه واحد واحد تربيع له واحد يساوي لنا الجواب ايج يساوي الجواب طا انا عندي كم دائرة عندي ثلاث دوائر اروح اضربها في ثلاثة يعني ثلاثة طا اروح الان الان اناقص ستة طا ناقص ثلاثة طا الجواب كم يساوي اناقص الحين وجدنا مساحة الاستوانة ستة طا اذا اقول ستة طا ناقص ثلاثة طا الجواب كم يساوي ثلاثة طا اذا هادي من ضمن المسائل في الاستدلال الرياضي اذا الاجابة ثلاثة طا يلا ناخد السؤال الى بعده اي الاختيارات او ما فهمتي هنا شوف الان علشان الفكرة الفكرة الاساسية تروح توجد حجم المخروف اولا اجيبي اقول حجم الاستوانة سوري مو لا حجم المخروف حجم الاستوانة تروح تجيبي حجم الاستوانة حلو ناقص حجمين مساحة مساحة مين الدائرة الدوائر بس حجم الاستوانة عبارة عن ماذا عن طا نق تربيع عين ناقص مساحة الدائرة لدينا ثلاث دوائر ثلاثة طا نق تربيع تمام اذا الطا النق كم عندي قالينا لان القطر كامل اثنين يعني نصف القطر كامل واحد اذا نقول واحد تربيع مضروب في عين الارتفاع اثنين هادي اثنين وهادي اثنين وهادي اثنين صاروا ستة اذا نضرب ستة ناقص ثلاثة النق عندي ايضا واحد تربيع يلا واحد تربيع ضرب ستة الجواب كام ستة طا ناقص ثلاثة الجواب كام يصير ثلاثة طا بسيط بسيط جميل يلا السؤال الى بعده اي الاختيارات يكمل الشكل ادنى يلا اي الاختيارات يكمل الشكل ادنى يلا ما هي الاختيارات هنا علشان اعرف انتبه الى النقاط انتوا لاحظوا النقاط الدواير هنا في هذه الزاوية تحركت نحو اليمي شو بلاحظوا بعدين تحركت نحو الاحلى بعدين تحركت نحو الياسار تمام بعدين تحركت نحو الاسفل يصير هنا كل واحدة يعمل تتحرك هادي تحركت نحو الاحلى بعدين تحركت لليسار بعدين يعني باتجاه عقارم الساعة يعني صاير وقل عكس عقارب الساعة أروح لهذا الآن المفترض يصير بهذا الشكل يعني الدائرة تكون أنا إذا أبغى أكمل أكمل هذا الشكل خلينا أكمله إذا أنا أبغى أكمل هذا الشكل شوف لاحظ وين تكون الدائرة الحين الدائرة بتكون في هذا المجال في هذا هنا صح وبعدها أيضا تتحرك تحت صح وأيضا إلا هنا لأنه باتجاه عقارب الساعة بصير على وين الآن هادي نزلت تحت بعدين يمين بعدين هنا يمين ما هي الإجابة الإجابة تكون فقرة مين فقرة الير اتجاه بس الدواير يا رهب رهب اتجاه الدواير فقط انتين رهب عبد الرضا ايه تمام جميل زين دخلت على الزوم على شام تستفيدي هنا شوفي الحين يا رهب هنا اتجاه بس فقط شوفي الدواير وين متجه الدواير الدواير متجهة شوفي الحين هادي الدائرة بعدين راحت يمين بعدين انطلقت إلى الأعلى بعدين انطلقت إلى اليسار بعدين بتنطلق لتحرك يعني هادي كأنه تتحرك على هذا الشكل تتحرك على هذا الشكل شوفي الأسهم كده كده بعدين تتحرك على هذا الشكل واضح؟ اروح لهادي الآن الدائرة بتتحرك وين يسار صارت هنا بعدين بتتحرك نحو الأسفل صارت هنا بعدين بتتحرك نحو اليمين صارت يمين حلو اروح لهذه الدائرة نزلت إلى الأسفل جميل بعدين بتنطلق إلى نحو اليمين صح؟ الإجابة فقرة مين؟ فقرة ألف الحمد لله على السلام يا ريحان توو واصل لكم النات لا مشكلة خلاص واضح؟ واضح؟ واضح المسألة جميل يلا نروح إلى المسألة اللي بعدها وضحت يا رهب عرفتها؟ يلا زين أيوة it is easy right easy نعم جميل سهلة يلا سؤال خمسة ما الشكل الذي يجب وضعهم مكان علامة الاستفهام يلا انتبهوا الآن كيف؟ ما هو الشكل؟ هنا لازم التفت إلى كل الأشكال الموجودة لاحظوا هذا في خط صارت تحت هنا وهذا بدون بدون نقطة صارت في دائرة سوداء داخلة صح؟ تغير تغير ما هي الإجابة هنا نشوف الآن الإجابة الإجابة نشوف هنا ما دام تغير بعدين صارت هذه الحين بالعكس لأن هنا صار تحت شوف الآن بالأسهم بعدين صارت أيضا على فوق وهذه السوداء النقطة كبرت وصارت غامضة إذن هذا نمط نبغى نشوف الآن ماذا يصبح أيضا هذه ترجع بهذا الشكل صح؟ وهذه السوداء صارت إيش؟ بيضاء المفترض إن البيضاء إيش يصير هنا دائرة البيضاء تتحول لإيش؟ تتحول لدائرة داخلها إيش؟ داخلها نقطة سوداء أوه خلينا كيف نضلل داخلها نقطة سوداء حلو؟ بعدين بعدين يلا بعدين هذا الخط يصير وهذه تتحول للأعلى يعني بهذا الشكل خط عمودي ما هي الإجابة صارت؟ صارت الإجابة فقرة مين؟ فقرة ألف جميل جميل يا جميل الإجابة فقرة ألف أحسنتم واضح؟ بسيط؟ إذن لازم ندرس هذا فيه مرونة عقلية أحسنتم يلا السؤال لبعد الاستدلال العلمي يلا الاستدلال العلمي يلا هذا عليكم الاستدلال العلمي أنتم بعد الآن خبرة في العلوم خبرة في العلوم نشوف الآن إذا كانت جميع الأجسام أدناه من مادة واحدة يعني سواء من خشب من حديد المهم الكتلة ونوعية واحدة ففي أي الحالات تكون قوة التجادب أكبر ما يمكن متى يكون أكبر ما يمكن إذا كانت المسافة بينهما قريبة وكان الحجم بينهما قريب التساوي الآن هنا المسافة بعيدة هنا المسافة قريبة ولكن الحجم مختلف وهنا لكن الحجم كبير والمسافة قريبة إذن تكون الإجابة في هذه المسألة فقرة مين فقرة دال يلا السؤال اللي بعد أي الاختيارات يمثل تغيرا دوريا ما فهمتي تعرف المغناطيس أنتين يجود أنتين أيصف يجود يجود في أيصف أنتين ثالث ابتدائي لو متوسط آه متوسط إذا متوسط شوف الآن تعرف المغناطيس المغناطيس الآن هذه علشان إذا كانت المسافة ما بينهم بعيدة تكون قوة الجد ما بينهم ضعيفة ضعيفة واضح قوة الجد ضعيفة إذا كانت المسافة بينهم قريبة تكون قوة الجد ماذا ماذا أقوى وأيضا في فرق ما بين صغيرة وما بين كبيرة إذن تكون الإجابة في هذه المسألة هذي قريبين من بعض وأيضا حجم كبير تكون قوية يلا السؤال إلا بعد سؤال اثنين أي الاختيارات تمثل تغيرا دوريا يلا ما هو التغير الدوري عادة التغير الدوري هو الذي يتغير في أثناء الدورة تغير يتمر على مراحل الدورة الزلزال يجي مرة واحدة البراكين مخزن في الأرض إذن تكون الإجابة هنا نمو الطفل جميل نمو الطفل حلو حلو يا حلو جميل يا جميل يلا لماذا توجد ثقوب في بعض الصخور البركانية هنا نلاحظ في هذا الصخور البركانية أو نسميه الصخور النارية الصخور النارية أو الصخور لماذا توجد بعض الثقوب عادة توجد بعض الثقوب لأن فيها غازات موجودة أثناء التجمد هذه الغازات تريد تهرب من داخل الصخرة لأن هي ما دام من الصخور البركانية يعني حارة جدا أيوة نفس الكيك نفس الكيك يا كيك مين لأن تحب الكيك وقالت كيك إذن الإجابة فقرة مين فقرة ألف الإجابة فقرة مين فقرة ألف واضح أولادنا بناتنا واضح لأن تبدأ أن الغازات تهرب أحسنتم تنحبس الفقاعات جميل يلا رقم أربعة قام أحمد بتجربة لإثبات أن كمية معينة من ملح الطعام تدوب في الماء عندنا إناء وهذا الإناء فيه طعام أقول الله فيه إيش فيه ماء إذن وضعنا خلينا الماء نحط شفاف نحط الماء شفاف وعدنا ماء حطينا الماء شفاف زين وبعدين تدوب فيه الماء الصاخن بشكل أسرع ما المتغير الذي في هذه التجربة هل التغير وإيش بيصير التغير بيصير الملح بدوب إذا ذاب الملح يدوب في المذيب المذيب وهو الماء إذن يكون الكمية الملح تدوب إذن هذا التغير يلا سؤال خمسة إذا دارت البكرة رقم ثلاثة فما هو الشكل فكم عدد البكرات التي ستدور يلا كم عدد البكرات التي سوف تدور هنا عدد البكرات التي سوف تدور نروح هنا نشوف التي تدور بعكسها زين بالعكس شوف الآن البكرة ثلاثة بتدور هذي طبعا هنا إذا دارت هذي بتدور بهذا الشكل بالعكس صح وإذا دارت هذي بالعكس هذي الدور معاها إذا كانت نفس الخطوط هذي أيضا بتدور إيش بتدور في هذا الاتجاه معاها ولكن هنا إذا دارت هذي وش بتدور بتدور بهذا الاتجاه صح وين بتدور بهذا الاتجاه معاها وين بتدور معاها قالين يبغى عكس نحسب العكس نلاحظ إنه كم عكس عندنا كم عكس يصير الإجابة فقرة مين جيم خمسة اتجاه إيه ما عليه مع السلامة إلى اللقاء ما بقى علينا كم سؤال تقدر يمديك يمديك تمشي بعدين شاهد الفيديو على اليوتيوب يلا آخر الفقرات المرونة العقلية يلا آخر الفقرات المرونة العقلية ما الشكل المناسب الذي يجب وضعه مكان علامة الاستفهام في سلسلة الأشكال أدنى يلا ما هو الشكل المناسب بالتوفيق علي الله يسعدك إن شاء الله يلا هنا ما هو الشكل اللاحظ إن هنا الشكل شوفوا لاحظوا المستطيل هذا صار على شكل أفقي بعدين صار في المرة الثالثة أفقي في المرة الرابعة عمودي إذن هنا بيكون المستطيل أيضا بيكون ويش بيكون عمودي بيكون المستطيل عمودي حلو الروح إلى مين إلى اللاب الأسود اللاب الأسود لاحظ هنا عمودي هنا عمودي هنا صار أفقي إذن لازم يصير بالأسود أيضا أيضا اللاب الأسود بيصير إيج هاد بالأسود بيصير أفقي إذن صار أفقي حلو بعدين نروح للشكل نلاحظ أن الشكل الموجود هنا مثلت تالي بعدين وهنا صار خماسي صار سداسي يعني داخل الشكل ماذا يكون داخل الشكل يكون رباعي صح يكون رباعي داخل الشكل يكون رباعي حلو إذن يكون رباعي داخل الشكل حلو ما هي الإجابة الآن في هذه المسألة الإجابة تكون فقرة مين فقرة ألف أحسنتم الإجابة تكون فقرة ألف جميل يا جميل نعم موجود الرابط ترسل إليكم الأستاذ في التلجرام موجود خلاص واضح يلا نروح إلى السؤال إلا بعد يلا قريب نخلص أخرناكم اليوم شوي في السؤال الآتي كلمة يتبعها أربعة أزواج من الكلمات المطلوب اختيار الإجابة الصحيحة يلا انتبوا يا أولاد عندنا برتقال يلا ما هي الكلمات المناسبة لهذا البرتقال هل الأناس والموز مين مين ليش موجيم أي سؤال أو السؤال اللي قبل يعني ليش موجيم لأن لأن هنا شوف الحين لأن لازم يشبه هذا الشكل شوف يا حجي شوف يشبه هذا الشكل شوف يشبه هذا الشكل جيم وانو الآن ما قلنا به لأن هذا عمودي شوف هنا عمودي وهذا يصير أفقي آه يعني شكل رباعي لأن نفس الشي شكل رباعي أي متشابين بس لأن صاير الشكل في الوسط شوف الآن صاير الشكل هذا الشكل الداخلي في الوسط الشكل الداخلي في الوسط لازم يصير في الوسط ما يصير تحت في القاع فهم لأن نازل دتحد الشكل واضح يا حسن يلا زين اللي بعدها نروح إلى السؤال برتقال يلا ما هي الإجابة يا أولاد يبنان تشبه مين البرتقال أناناس وز تفاح وعنب لازم أروح اكتشف أقرب علاقة أو علاقة عميقة بينهم اللاحظ هنا الإجابة هي دار لماذا أولا البرتقال على شكل دوائر يا سلام عليش يا آيفون على شكل دائرة والعنب والتفاع على شكل دائرة التفاع والعنب من المفواكه والبرتقال من الفواكه إذن تكون الإجابة أقرب إجابة هي الإجابة فقرة من دار واضح يلا اللي بعدها يلا السؤال بقى علينا هذه آخر صفحة تحملونا شوي يلا تنقل حافلة مدرسية أربعين طالبا طالبا كل صباح إلى المدرسة في الأسبوع الآخرين بدأ عدد الطلاب يتناقص بنسبة عشرة بالمئة عدل صح 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 يلا إذن بنسبة عشرة بالمئة يوميا من عددهم الكلي ففي أي يوم سيصل عدد الطلاب كيف أنا عرف أجيب العشرة بالمئة قال لنا أربعين طالبا يعني أربعين أضربه في مين في عشرة بالمئة كيف أروح أجد عشرة بالمئة أشيل الصفر مع الصفر أربعة ضرب واحد كم الجواب يصير أربعة زين إيه هذا زوم زوم تطبيق زوم إذن صار عندي أربعة إذن هذه أربعة يعني كل مرة بيمتص أربعة العدد الطلاب أربعين طالبا يلا إذا نقص أربعة كم يصير عندي ستة وثلاثين وإذا نقص أربعة يصير عندي كم ثنين وثلاثين صح هو قال يبغى ستة عش المجموعة متى يوصل ستة عش متى يوصل ستة عش لا هذه أنا أسوي الآن من زوم فاطمة فاطمة القروس هذه من زوم نفسها مو البيدي الآن بعدين ثلاثين نقص بعد مين ستة نقص أربعة وإيش يصير كده نقصنا أربعة ساعدوا الأستاذ ساعدوا ثنين ثمانية وعشرين ساعدوا الأستاذ ساعدوا وبعدين بدأ نقصنا أربعة كم يصير أربعة وعشرين عدل وصلنا ستة عش لو بعد بعد ما وصلنا يلا ساعدوا الأستاذ لين نوصل للستة عش ثالي يصير عشرين بعدين أوه وصلنا إلى ستة عش تمام تمام ألف مبروك ألف مبروك وصلنا إلى ستة عش نحسب كم عدد الأيام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في اليوم مين اليوم السابق عدل في اليوم السابق يلا السؤال اللي بعد يلا سافر خالد بالطائرة من الرياض إلى إحدى العواصم وبعد يومين اتصل بي يعني اتصل هو هذا خالد اتصل فيني ايه مسجلنها الدورة سجلت الدورة بعدين اتصل بي وأنا أتناول طعام الغداء فأخبرته بأنني أتناول طعام الغداء الآن فقال لي وما يدريك فقد انتهيت من طعام العشاء قبل قليل ففي أي العواصم تتوقع أن خالد موجودة أو ما فهمت السؤال السابق هذا يعني ما فهمته هذا ما فهمته منرجع له ما يهمه هنا سافر الآن هو هذا سافر في المنطقة وهنا هذا في منطقة إذن إلى وين سافر أولا نبغى نعرف أن الغداء يصير بعد مين بعد العشاء قبل العشاء صح الآن نروح نشوف هل هذا سافر الآن خالد خالد سافر إلى وين هل هل إذا سافر إلى لندن على كلامكم تقولوا لندن إذا سافر إلى لندن إحنا في الرياض إيش نعمل إذا إحنا تغدين في لندن إيش يصير في لندن إيش يصير يفطروا فطور بعد ما يوصل لهم الظهر صح بعدهم ولكن إلا في اليابان ويصار إذا إحنا في الغداء في اليابان إيش يصير لهم يتعشوا لأنهم قبلنا بالوقت صح يتعشوا ولهذا إن شاء الله أنتم معزومين على العشاء في الصين إذا حبيتوا تروحوا معزومين يلا زين إذن هنا وين راح سافر هل راح أبوظبي لا لندن أو في الغرب لندن بس لكن بيكون متأخر الرباط أيضا في الغرب إذن بيكون آه إذن ما هي الإجابة تكون الإجابة في هذه المسألة فقر مين الإجابة جاكرت صح جميل جميل يلا اللي بعدها نعم أنا أستاذ زكي مو أستاذ ليلي يلا سقط ضفضع في بئر عمقها الآن آخر مسألة هذه خلاص آخر مسألة آخر مسألة قال لين سقط ضفضع في بئر عمقها 32 متر هذا عندي بئر وهذا البئر مسافة كم قال لين هذا البئر شو بلاحظوه هذا البئر كله 32 متر 32 متر حلو 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 نعم حلو وبدأ بالقفز مترين إلى أعلى في الصباح لكنه يتراجع مترين كل مرة يقفز مترين ولكن يرجع يعني كأنه يمشي متر واحد فكم عدد الأيام التي يحتاجها إليه هذا الضفضع للخروج من البير خلاص بيمشي إلى كم لين كم وصل إلى ثلاثين متر صح إلى ثلاثين متر هذي ثلاثين يوم ثلاثين يوم عدد صح إذا هذي ثلاثين يوم في اليوم الثلاثين حين هو وصل له الثلاثين في اليوم الواحد والثلاثين واش بصير في اليوم واحد والثلاثين بيقفز قفز واحد بس ما بيرجع بس ما بيرجع خلاص أنت بلندن حين موجودة نعم يا لندن إذا احنا تغدينهم واش يصير يفطرون صح عدن وذا بجاكرت إذا احنا تغدينهم يتعشون صح يراها إذن الإجابة ما هي بعد كم يوم يصير بعد 31 يومين عدن لأنه قال لنا 32 متر 32 متر إذن صار وصلنا إلي 31 يومين واضح يا أولاد يا بنات ما فهمتي هادي عدن هادي البر ما فهمتي ها زين الآن باعيدها إليكم بس بخل بسكر التسجيل وباعيدها إليكم يعطيكم العافية والصحة والسلامة تقبلوا تحياته لأستاذ زكية الشعلة ومشرفة البرنامج لأستاذ الله إليه السلطان مع السلامة